هيا يا فاطمة هل انتهيت من حف صورة الزلزلة؟ نعم يا سالم إذن هيا لأراجع معك الحف حسنا ولكن قبل أن أتلو عليك الصورة أريد أن أسألك عن شيء تفضلي يا فاطمة في الآية الأولى من السورة يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الزلازل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها فما هي الزلازل؟ هي اهتزازات طبيعية مباقتة وقوية لقشرة الأرض تحدث عندما تتعدى صخور القشرة الأرضية حد مرنتها فتنكسر فجأة ثم ترتد ارتدادا مرنا وقد ينتج عن الزلازل القوية سطوع وما المقصود بالارتداد المرن؟ ماذا تتوقعين أن يحدث إذا حاولت ثني هذه العصة؟ سوف تتمكن من ثني العصة إلى حد معين وعندما تتجاوز هذا الحد من المرونة سوف تنكسر العصة وهل ستهتز العصة أم ستظل ثابتة؟ بالطبع ستهتز العصة وستشعر بهذا الاهتزاز أحسنت يا فاطمة ولكن ما علاقة هذا الارتداد المرن بالزلازل؟ يرجع حدوث الزلازل إلى الارتداد المرن الذي يحدث للصخور عندما تنكسر ثم تعود حواف الأجزاء المكسورة سريعا إلى مكانها الأصلي فنتيجة لتعرض الصخور للإجهادات تتراكم طاقة داخلها ثم تتحرر هذه الطاقة فجأة عند تكسر الصخور وتحركها ويترتب على هذه التكسرات والتحركات اهتزازات تنتقل عبر الصخور ومكونات الأرض فنشعر بها إذا كانت كبيرة فيما يعرف بالزلازل وما هو الصدع يا سالم؟ الصدع هو الكسر الذي يحدث في الصخور نتيجة للحركة النسبية للكتلتين المتكونتين على جانبي الكسور وينتج عنه صدع عادي بفعل قوى الشد أو صدع عكسي بفعل قوى الضغط أو صدع تحويلي انزلاقي بفعل قوى القص وما العلاقة بين الزلازل وأنواع الصدوع؟ الزلازل القوية يصاحبها قوى شد أو قوى ضغط أو قوى قص بالغة القوى تتسبب في حدوث الصدوع فيحدث الصدع العادي عندما تسحب الصخور من الجانبين تحت تأثير قوى الشد ويتميز هذا النوع من الصدوع بتحرك الصخور فوق مستوى الصدع المائل إلى أسفل نسبة إلى الصخور التي تقع أسفل الصدع وماذا عن الصدع العكسي؟ الصدع العكسي يحدث الصدع العكسي بسبب قوى الضغط المؤثرة على جانبي مستوى الصدع ويتميز الصدع العكسي بتحرك الصخور التي تقع فوق مستوى الصدع المائل إلى الأعلى نسبة إلى الصخور التي تقع أسفل منه وكيف تحدث الصدوع الانزلاقي؟ الصدع الانزلاقي يحدث الصدع الانزلاقي نتيجة تحرك الصخور على جانبي الصدع بجانب بعضهما في اتجاهين متعاكسين بفعل قوى القص شكرا لك يا سالم على ما قدمته لي من معلومات الآن سوف أتلو عليك صورة الزلزلة حسنا ولكن قبل أن تقوم بتلاوة صورة الزلزلة سأقوم بتلخيص ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي الزلزال هي اهتزازات طبيعية مباغتة وقوية لقشرة الأرض تحدث عندما تتعدى صخور القشرة الأرضية حد مرنتها فتنكسر فجأة ثم ترتد ارتدادا مرنا وقد ينتج عن الزلازل القوية صدوع تصنف الصدوع إلى ثلاثة أنواع حسب كيفية تأثير القوة المسببة لها في الصخر وهي الصدع العادي الصدع العكسي الصدع الانزلاقي ترجمة نانسي قنقر شكرا